السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم فيديو جديد و اقتراح جديد و ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو تمام الصحة و العافية اليوم سنتقسم معكم هاد الكيك بالطبقات بواحد القلاسج رائع ممكن اتقدموه كتحلية في رمضان او توجدوه للصهرات الرمضانية كي جلديد و خفيف و اسفنجي بالقلاسج ديال الكراميل اللي ممكن هاد القلاسجي لا تقنتوه وتبعتوه جميع النصائح اللي سنتقسم معكم في هاد الفيديو فممكن ديما يولين محتمد عندكم و عمركم انكم تبدلوه و اتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم ما تنسونيش من لايكات و البرتاج ديال وصفة مع الاصدقاء و الاحباب وبقواوا مع الفيديو باشترفوا للطريقة و مقاعدها اذا بسم الله على و بركة الله نبدو وفتح ديال الكيك في واحد الاناء اللي كنا شفوا من الماء يعني تماما عميقوش فيه ولو قطرة ديال الماء غنوضع فيه ربعه ديال الحبات ديول اللي بايب يبطابعة لحال يكونوا بحارة المطبخ باش نضمنوا النجاح ديال هاد الكيك غنوضفو او لا غنضيفو عفون قبيصة ديال الملح لي تعديل الدوق وهاد الملح دي ما الدور دياله هو كتبيه انتوك المعتاقات اللي كيكونوا في الكيك غنضيفو جوش اكياس ديال الفاني ممكن تخليو كيس واحد او لا تستعملو غير كيس واحد لكن انا فضلت هاد الكيك تكون فيه انك هديال الفاني تكون قوية وبينه فاضف جوش ديال اكياس غنطربو هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان بطبيعة الحال خاص حتى هادو كدول الطراء بيكونوا ممناش فيه ملماء باتاتا بحال يبينصيبو الجنواز غنطربو المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان ومن بعد كنضيفو كاس مارا عمرش اول عفون كاس ديال السكار كاس ديال السكار بطبيعة الحال بالعبار ديال كاس ديال العنبة غنطلقو جميع المكونات مكتوبين فصندوق الوصف باش هكا تسكنينوهم وبقو معاكم غنطربو المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كي يبلينا ان الخليط قال وبياض اللون ديالو هنكا نحبسو وغنطفو نسكس ديال الزيت دائما بالعبار ديال نفس الكاس هاد الكاس تقريبا الساعة ديالو او لا كيوزن مية وستين ايمال مية وستين ميلي ليل ابر انا غنطفو نسكاس طبعت لها الزيت كنطيفوه على شكل خيط يعني ماشي كنطيفوها دفعة واحدة كنطيفوها شوية بشوية مع الاستمرار في الطراب والخلط من بعد غنطيفو كاس ديال الحليب كيما كتشوفو حتى هو كنطيفوه على شكل دفوعات ما كنطيفوش دقة واحدة في هاد المرحلة غنكون سلينا الاضافة ديال السوائل غنبدوه في اضافة النواشف غنطيفوه الدقيق الحجم ديال الدقيق اللي غنطيف او اللي الوزن ديالو هو ميتين وحشرين جرام بالقياس ديال العنبه انا احتاج جوج كيسا يكونو ممسوه حين طبعا تلحل كنغربوه الدقيق ديالنو كان ضيفوه وغنحتاجو كذلك جوج اكياس ديال الخميرة الحالويه او اللي بيكين باودر كل كيس كيوزن ثمانية جرام يعني في المجموع انا احتاج 16 جرام كذلك ساي كندوزوها من الغربال باش اللي كانو فيها دوك يعني الحبيبات او اللي اه دوك تكتولات هكا كيسهل علينا الدمج ديالو في اللول كانخلطوها كبلا ما نخدمو ذاك التراب باش ما يطيرش دقيق عاد من اللي كانحسو بذاك التقيق راها يعني ارطاب بدوك المكونات او اللي بدوك السوائل عاد كانخدموه الطراب وكنخلطوه مزيان ومره مرة كانستعملو سباتويلة باش كانجيبو ذاك الجنابات للوص وكانعاودو نطربو حتى كي تجنس لنا الخاليط بالك هنه كما كاتشوفو الخليط ديالنيرا كيجي جاري ما كيجيش تقيل بحل الكيك اللي موال فين هنه غنناخدو هاد الخليط وغنقسموه على اربعة ديال كيميات متساوين جيبو ربعا ديال زليف يكونو في الحجم ديالهم بحل بحل وقسموهم على اربعة ديال كيميات متساوين اذا انا هاد الكيك غنضيروه على شكل اربعة ديال الطبقات كما ممكن توجدوه على شكل ثلاثة الطبقات كنجيبو واحد لمول يكون مدهون بالزبدة او مرشوش بالطقيق وكنسك في هذا البداية بدلوا مضيفا لتقيق كيك الفلن بساطة امكاني سيكون في هذا الفون انه ليص touchingه على درجة الواره على دراجه � fatto وليس يكون folks كما يكون زدانه من كل انه غنصر اللي يتوح لديغ نفس الاصحي ومن كل ما بكم 무엇 يعني هدو الم الواقع نضيفه معلقة كبيرة بودرة الكاكا ومن احسن يكون من نوعية جيدة ممكن نضيفه انا هدرت هنا كاكا ومر ممكن نضيفه كاكا وحلو وضفت معاه معلقة صغيرة ديال القرفة صراحة كتخلي هدلك كي يجي غزال ولدين غيشربوه بعينيكم مغمضين فصراحة غاتعجبكم النتيجة بزاف هنا مبعد ما طابت طبقة اللولة كما تشوفو كنرشح بعدك الخليط ومبعد كنضغط عليه بظاهر الملعقة باش يتبت معانا نضيفه الطبقة الثانية بالنسبة للخليط ديال الطبقة الثانية غيكون هامر بالهواء حاولوا تطربوه مزيان باش يعاودي يعني ولي جاري من جديد عا تسكبوه من فوق الطبقة اللولة هنا غيبال لكم كما قلت لكم انا الطبقة هم رقاق بزاف فملي توزعو الخليط بشوية يعني باش ما يتخلطش لكم ذاك الكاكاو حي تضغية كي يطلع يعني الكتفة ديالو قليلة وكيتخرب قليكم يعني الطبقة اي بشوية من بعد من اللي غا ندخلو هاد الكيك النار غا تكون غير من الفوق فقط يعني غا تجي على الوجه ديال الكيك وتكون نار مهيلة وخليوها الطبع لخاطرها بنسمال الكيك رميكي وخش معاكم وقت كبير لان الطبقة السمك ديالها رقيق فضغيك تخطف معاكم كون مرة كنعودو نفس الطريقة حتى كنكملو الكيك ديالنا بالكامل كما قلت لكم كنكملو نفس الطريقة حتى كنسلوا الكيك ديالنا غير دومى لكن انتو خفتوا انكم ما تجهج معاكم وما تجيبوش دك الطبقات والرقاق او لا تخلطوا ما مبايلك أوا الطبقات ديال الخالف فيم الأحسن قسمو غير على ثلاثة بإنسبال حجم ديال المول غا نخليه لكم صندوق الواصل يجب أن يكون لديكم مول مستطير نجد الكرامل نضيف مرش السكر نضيف مقلات على نار يجب أن يدوب لا يستعمل ملعقة خشابية وملعقة مدينة فقط بحركة الدائرة نحاول أن نوزع السكر ويدوب نضيف ملعقة خشابية كي نسهل على تقملك الدواب لأن ننضيف ملعقة كبيرة زبدة نحضح زبدة نضيف ملعقة نضيف ملعقة كل وزنها 80 جرام يعني في المجموع احتاجة 160 جرام ديال ديال ضانة كراميل ممكن تضيف الحليب كما ممكن تضيف الحليب نفس الحليب راسائل غير صراحة هاد ضانة ديال كراميل يعطيه لهاد الكراميل واحد اللي منزوين اولا وثاني واحد الكتافة تجيغزالة واحد اللي مدق ما نقوش لكم كنستمروا في التحراك كنستمروا في التحراك حتى كيدوا معكم بالكامل بعد كما كتشوفوا كان صفاو في واحد الصفاية باش كنت اكدوا بانا راه يعني راه الكراميل ديال غيكون بواحد القوام اللي هو بحال بحال خالي من دوك الحبيبات يعني صافي كندوزوه من هاد الصفاية هنا يا غنغطيه بواحد البلاستيكا ليمون تايغ اللي يكون ملامس للسطح ديال هاد الكراميل او هاد الصوس كراميل وكنخليوها في تلاجة في الاسفل يعني مشي في الفريقو هاكا يحتى يبرد وكيتقال القوام دياله هنا راه مازال سخون يعني ما بردش بالكامل لان الوقت يعني ضغية خاصة نصور معاكم في الضوء قبل ما يغرب يعني ما يجيش لما غرب ويصل الفطور فحاولت نوريكم كما كاتشوفو هنا يا كي دير الشكل دياله هنا غنسكبوه من فوق الطبقة ديال اللي كي يكبل كامل وكنوزعوه وبنسبة للزين را اختياري انا خديت كوكو مهرمش لان كما كتعرفوه الكوكو كيتوتى بزززززاف مع المادق ديال الكراميل اضعوا الى هذه الشكل في الهاشوار و غربلتهم من ذيك البودغ و خلالي هاد الحبيبات تبع لها تشكل او هاد كوكا و كون كاصي انا ادريت عيش ويا باش يبن ذاك الطبقة باش يبن لنا ذاك الاصوس مع ذاك لوكا وماشي نغطيه بالكامل بالنسبة لهنا القطع كما كتشوفو خرجت قريبا 12 قطعه ديال الكيك و غرنوريتهم كيفاش يجي من الداخل صارحة يجي غزاف زاف ديد غير ذاك الطبقات من اللي كي طيبو حط اعطيوهم حقهم في الطياب و من اللي كان طيبو الطبقة اللولة ديال الكيك خاص تكون النار من فوقه من الاسفل و من اللي كان طيبو الطبقات الاخرين كاملين خليو النار فقط على الوجه النار على الوجه فقط و تكون مهيلة و خليوه الطيق طيب بطبيعة اللي حارة كيفاش كتعرفو انه طيب خاص تكون ضروري يتمسوا ديالك الطبقة و تلقوا هم تماسكه و ناشفه اذا هدا هو الشكل ديالك كما تشوفو كي يجي خفيف بزاف و يسفنجي بعدها كلمة تقضي القهوة و الكراميل و الكوكو و الفاني بالله ما نقول لكم واحد تجانج ديال هاد نكهات كي يعطي واحد لوغو غزال بزال الى عجبتكم الوصفة دائما ما تنسونيش من اللايكات والبارتاج واللي مازال ما مشتركش في القناة و لاول مرة كي يشوفها وبطبيعة الحالة اجبوا محتوى القناة الضغط على زر اشتراك و فعل الجرس التنبيهات باش تصوكوا الجديد و نخليكم الى فيديو الوصفة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم